في بقي أخبارنا أفد موقع بوليتيكو الأمريكي نقلا عن كبار المسؤولين الأمريكيين السابقين بأن مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI رجح وقوف إسرائيل ورأى عملية تجسس على أجهزة الهواتف المحمولة داخل البيت الأبيض الأمريكي وفي مواقع حساسة في واشنطن الموقع نقل عن مسؤول سابق قوله إن هذه الأجهزة كان الهدف منها على ما يبدو التجسس على الرئيس دونالد شرامب وكبار المسؤولين في إدارته ولم يعرف فيما إذا نجحت تلك الجهود الإسرائيلية بحسب موقع بوليتيكو الأمريكي